اشتركوا في القناة 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 طبعا انت عارف ان الوقت اللي احنا فيه ده وقت حارج جدا وفرصة مش هنقول الاعداء هنقول اللي هما اللي غير مواليين للوطن او لغير المواليين للنظام الحاكم في مصر ونفس الكلام للقائمين على القنوات الفضائية اللي ما عندهمش ولاء لمصر دي فرصة ليهم انه هما يزرعوا الشائعات للمواطن المصري طبعا المواطن المصري كله قاعد يترقب ايه اللي حيحصل في الانتخابات اللي جاية مين هل سيادة الرئيس طبعا فيه شائعات بتلعت انه هو ان السيادة الرئيس ممكن من رشحش نفسه رؤساء احزاب بيخشوا الكلام ده كله الشارع بدأ يتكلم به من المزايا اللي حققها الشعب المصري بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو انه هو بقى مدرك للسياسة كان الاول مصير لكن دلوقتي اصبح الشعب بيقرأ وبيتطلع وبيشوف وبيناقش وبيشوف ايه اللي بيدور حواليه ما عادش يساكت زي زمان وهي دي الحقيقة اللي احنا عايشينها مطلوب ان ان توضح الحقائق للشعب توضح الحقائق احنا هنتكلم فيها طبعا لكن لازم الحقائق توضح للمواطن المشروعات اللي بتتم دي وحاجات كتير بتتم في مشروعات المواطن الراضي عنها انا بتكلم عن المواطن المواطن ده يشمل للشعب كله في مشروعات بتتم عملاقة وكبيرة جدا المواطن راضي عنها وفي مشروعات المواطن مش راضي عنها وفي مشروعات اتفتحت وتنفزت لكن المواطن ما حسش بيها فلازم يبان يعني يتوضح للمواطن ليه المشروعات اللي تمت دي انت ما حسيتش بيها قبل قبل ما نروح للمشروعات يا سيادة اللواء احنا عايزين عايزين ما انا بتكلم على ده كله داخل ضمن ضمن الانتخابات الرئيسية نعم ده حاجات احنا لازم نوضح الحاجات دي عشان نوضح سيادة الرئيس عمل ايه نقلنا النقلة الحضارية ازاي الحاجات اللي هو عملها دي نتيجة ايه وايه وايه فلازم يوضح للمواطن المجهودة اللي تم ويوضح بايجبياته وبسلبياته ده حقيقة وده زي ما حالتك قلت في الاول الناس كلها ايه هي المعاناة اللي في الوقت الحالي اللي شغل الناس عن الانتخابات الرئيسية الغلاء اه اه والغلاء ده بيودينا لسكة تانية بيودينا لسكة الانتخابات طيب هل بعد الانتخابات هنفضل بنفس بنفس الغلاء ده قبل 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 ما ادخل في الغلاء وهارجع لحضرتك بس بعد ما روح للسياد تناب وكلمه عن المشهد السياسي والمنتظر ايه رؤية حضرتك للمشهد السياسي والمنتظر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية الوطن والوطن ده لازم كلنا بإذن الله نقف عشان حماية الوطن ونتغاضى عن اي حاجة في الفترة دي عشان في وطن لازم يتحافظ عليه اما بالنسبة لمشهد السياسي طبعا زي ما انت عارف ان فيه انتخابات رئاسية قادمة فانا تمنى من ربنا ان يكون مشهد سياسي محترم بقالية محترمة من خلال اللجنة العامة للانتخابات ومن خلال القائمين على العمل الانتخابي ونقول ان دور الاحزاب مفروض ان فيه احزاب موجودة في الشارع ومفروض مية واربعة حزب موجودين ومفروض ان هم في الشارع ومفروض ان هم مشغالين ومفروض ان هم اجتهدين فالمشهد السياسي انا بتمنى بتمنى ان يطلع مشهد سياسي محترم بكل ما فيه من بداية الترشح الى اظهار النتيجة اذا بتتوجه لجهة يعني جهة بالكلام ده او اه طبعا طبعا بكل القائمين نعم على العملية الانتخابية الحياديات تمة المظهر المشرف لان العالم كله هشوفنا العالم كله هشوفنا هو هشوف انتخابات رئاسية فلازم نظهر بالشكل الحضاري المحترم عشان احنا لازم نتقدم ولازم الدنيا تمشي ولازم نتحرك لان فيه حاجة كتير احنا عندنا مشاكل كتير اروح لسيادة اللواء ارجع لحضرتك سيادة اللواء فيه جزئية وقفنا عندها الولتة لحضرتك ارجع لحضرتك عندها من جديد وهي الشرع المصري لا يشغله حاليا الا غلاء الاسعار نعم فضل زي ما قلنا ان غلاء الاسعار ده بيخلي بيشغل المواطن ما فيش حد انت حالتك وانت في المقدمة قلت المواطن كان بيقبط كام وبقى كام يعني مثلا سنة 77 لما كيلو اللحمة لسه كنت بقول لسات النائب برا كيلو اللحمة لما من 77 قرش اللي بقى بجنيه الدنيا تشالت وتحطت بس وبعدين وقتها كان المواطن بياخد 25 جنيه او 30 جنيه وكان كيلو اللحمة غلي بقى بجنيه طلعت طلع الناس وهتفت وقالت يا سيد بي يا سيد بي كيلو اللحمة بقى بجنيه طب الموظف دلوقتي حتى لو قلنا هو بيصرف 1000 جنيه ما هو 1000 جنيه ده هجيبوله ايه هجيبوله 2 كيلو لحمة فلازم القائمين على احنا بقولنا احنا اتفقنا ان احنا نتكلم بصدق وموضوعية طبعا يعني ده كان اتفقنا قبل الهول طبعا فلازم مش هنقول ان الحاجة هترخص لكن نقول لازم من يؤيده ونحن منهم من يؤيد الحكومة وسياسة الحكومة وبنؤيد ترشيح سياسة رئيس سيسي لازم يطمئن الشعب على غلاء الاسعار انه هيكون فيه سيطارة على الاسعار والسيطارة على الاسعار تبدأ من اثناء الحملة الانتخابية ده يطمئن الشارع اقتراحات حضرتك في امر تحديدا السيطارة على الاسعار حضرتك وكيل وزارة التنمية المحلية سابقا وكده عند حضرتك رؤية في الامر ده كيفية السيطارة على الاسعار في ظل الحروب اذا كانت الحرب من روسيا واوكرانيا او احنا طالعين من موجة كبيرة زي وباء كورونا طبعا ده وباء عالمي ايه رؤية لحضرتك تقتراحة؟ احنا مش هنقدر ننكر ان كورونا وثم اعقابها الحرب الاوكرانية الروسية اثرت بالسلبة علينا وعلى غلاء الاسعار ولكن هناك من هم جشيعين من رجال من التجار الجشيعين اللي هو اصلا كان عنده السلع من قبل الغلاء وانتهز الفرصة علشان يحقق مكاسب اكتر واكتر واكتر فانا من وجهة نظري لازم وجود نمرة واحد خط الدفاع الاول عن الشعب هو من يمثل الشعب من يمثل الشعب في الشارع هو المحليات هو المجلس المحلي اللي الناس بتلجأ ليه في كل حاجة لان الناس متخيلة ان المجلس المحلي عشان المية والكهرباء لا ده المجلس المحلي مسؤول عن حياة المواطن بالكامل فدلوقتي لو كان فيه محليات اللي الدور بتاعها غايب علشان يسيطر على الشارع المحليات هتتبع الاسعار وحتجيب بتاع التموين وتستجوبه وحتجيب بتاع الصحة وتستجوبه داخل كل ممطقة بتاعته هو مسؤول عنه من عودة المحليات دي دي ممكن تخفف من ازم اكيد لا نقاشة فيها ماهنا مواطن مواطن وعندي الاسعار غالية هروح اشتكي المين هروح اشتكي للي بيمثني بتاع المحليات واقول له الاسعار غالية والبقال الفلاني والبقال الفؤالاني هيقوم بتاع المجلس المحلي رايح لرئيس المدينة او لرئيس الوحدة المحلية ويقول له هاتلي بتاع التموين ويجيب بتاع التموين انت منزلتش حملة ليه انت مرقبتش ليه ما شفتش الحاجات اللي جابها التاجر دي جابها قبل الغلاء ولا بعد الغلاء حضرتك المحليات تحديدا فيه اعضاء المجلس المحلية اللي لم يتم انتخابهم حتى الان ده ده توجيه حضرتك للامر يعني ايه مش فهم يعني اه توجيه انه هو غياب المحليات غياب المحليات ساعدت غياب المحليات ساعدت بنسبة تتعدى التمانين في المية على انتشار الفساد وايه السبب في غياب المحليات يا سيد عدم خروج القانون للنور من مجلس النواب وعدم خروج كلام ده كله اتكلمنا في الحوار الوطني ارجع لسيادة النائب في موضوع عدم خروج سيادة النائب قانون المحليات حضرتك كنت نائب عن مجلس النواب في فترة من الفترات او سابقا تحديدا واعتقد ان حضرت حضرتك نائش القانون فيه طبعا طبعا ليه ما طلعش قانون المحليات جايز الوجهة النظر اللي سيادة النائب قالها بان دولها كلهم دور رقابي كبير جدا داخل كل محافظة على ارتفاع الاسعار في البداية انا قبل ما كنت نائب دورتين انا كنت عوده مجلس محلي وتقدر تقول تربينا وتعلمنا من خلال المجلس المحلي فالمجلس المحلي زي معاني اللي هو قال ان المجلس المحلي دي مهمة جدا 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 وكان عندنا هيبع عندنا اتنين وخمسين الف عضو مجلس محلي بيغضم الناس في الشارع وبيدور على مصالح الناس وبيرابع ويرائب ويتابع ويشتغل فطبعا القانون اتعرض اكتر بالمرة ولم يتم ادراجه في الجلسات ده اللي حصل بالزبط يعني خلال وجودنا في الدورة اللي فاتت لم يتم ادراجه يعني حضرتك تؤيد رؤية سيادة اللواء على ان اعضاء المجلس المحلية يستطيعون السيطرة او المساعدة في السيطرة على ازمة ارتفاع الاصعار طبعا عضو مجلس المحلي دوروا مهم جدا بقولك اتنين وخمسين الف عضو مجلس محلي موجودين في الشارع فبالتالي هيفروق كتير جدا في كل المشاكل انت بتشوفها بيتابعوا وبيشتغلوا وبيتحركوا وبيبوا مع الناس في كل الاماكن فلابد من وجود طلوع اصدار قانون المجلس المحلية لان مهم جدا 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 وعندنا كان شباب كتير واعد عايز فرصة عايز فرصة يتحرك من خلالها عايز ما كان يتحرك من خلاله فلابد من اصدار قانون المحليات ضروريا اذا الارتفاع الاصعار السبب الرئيسي في ارتفاع الاصعار نقول جشع التجار وليست الحكومة الموجودة الحالية هو جشع التجار اول حاجة لكن الحكومة عندها المرأبة والمتابعة بصفة مستمرة ما بقاش فيه لا مرأبة ولا متابعة ولا بيبصوا الحاجات دي خالص يعني الرئيس دايما ينادي ان احنا بنعمل وبنعمل 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 بس ما فيش متابعة ما فيش مرأبة مفاتش التمويد دي كان لما ينزل اي مكان كان بيفرق كان كله يمكن يمكن الناس لما تعرف المفاتش التمويد جاي كان بتقفل المحلات بتاعتها لان كان فيه مرأبة ومتابعة فالناس بتقنن الناس تعبانة فالناس بتعبانة تبنعمل ايه بقى انت تخش المحل النهاردة تلاقي دي سلعة نفس السلعة نفس السلعة دي بسعر هنا بسعر وهنا بسعر وهنا بسعر ففيه جاشع فالناس على المقاطعة اه فضل لحين صدر تعليمات السيد رئيس الوزراء بان الاسعار تتحط على السلعة طيب لحين 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 طبعا قانون المحليات لسه ما اخدش موافقته النهارية اطبع طبعا لحين لحين صدور قانون محليات ايه الحل البديل المرأبة والمتابعة الجهات الركابية تنزل تشتغل لان احنا احنا اي بلد اي مكان بيخاف من القانون بيخاف من القانون طول ما فيه قانون عليا وعليك خلاص انتهينا هتلاقي فيه متابعة وفيه مرأبة خلاص انتهت هتلاقي الامور زبطت واشتغلت وتحركت لكن النهاردة مفتش شاوين ما بقاش ينزل للفرنة تاني يعني محليات ثم رقابة على الاسعار الرقابة رقم واحد لان فيه امور طبعا انا بشوفها يا سيادة الوالي ويا معالي النائب الرقابة في الوقت الحالي اول حاجة دلوقتي الركابة فيه امور انا شايفها لا تتعلق نهائيا بالاسترات وارتفاع سعر العملة وانا شايف امور لا تتعلق بها وفي ارتفاع دائب للأسعار بالزبط بالزبط ده يبقى ده فعلا جشع ما هالناس بتقول لك احنا عايزين يلائب عايزين يتابع يبقى محليات ثم رقابة بالزبط لا الرقابة ثم المحليات لان المحليات لسه مفضرتش نعم تعليق عايزة اقول لحضرتك مع سات النائب يعني هتطرق لجزئية صغيرة الفساد اللي موجود انا علشان اعضي على الفساد موجود ما حدش يقدر ينكر بس اللي بيقوم بالفساد الموظف او القائم بالفساد من الاجهزة الحكومية وصل من الخبرة انه هو بيأمن نفسه تماما في الفساد الا بقى يعني طبعا زي ما بيقوله الحرامي بشلته زي ما بيقوله ويرجع يتريم اللوم على الفقومة لا ايوة في نقطة صغيرة يعني نفسي اقولها اوصلها للسيد رئيس نيابا الادارية هي سرعة الفصل في التحقيق مع القائم بالفساد العملية ما اتطولش مش اكتر من كده بما اننا كنا مسؤولين تنفيذيين يعني لما بيتفصل في الموضوع او القضية اللي رايح بيها القائم بالفساد هتفرق كتير لكن هي المشكلة احنا طبعا السيد وكيل النيابة الادارية او القائم بالتحقيق قدامه ورق وهو بيحكم على الورق وعلى الشهود وعلى الحاجات دي كلها مش يعني مش هيقول طالما انه هو قدامه الورق ما قالش ان ده فاسد خلاص لكن هو التأخير او الاطالة في الفصل ويدانه رايح جاي فدي بتدي فرصة لغيره انه هو يطول فاحنا بنطالب بان يكون في سلعة فصل من في في القضايا بتاعت من هو معروض على اي قضية نيابة ادارية الرئيس السيس اعطى توجهات اكتر من مرة بشأن سرعة الانجاز القضايا بالذات القضايا المتعلقة اللي هي بتاخد سنين وسنوات داخل المحاكم اذا كانت او اذا كانت يعني هو هو الموضوع جرنا احنا نجي نتكلم عن الفساد اخد اخد من حضرتك الجزئية دي في سرعة انجاز القضايا بص باشا صلى عنك انا هتكلم عن الفساد الاول وخش على سرعة انجاز القضايا لان احنا الفساد عندنا انتشر بشكل رهيب بقت حاجة غير عادية يعني بس احنا احنا عايزين نطمن برضو الناس ما ما نسودهاش فيه الشهب بالطريقة دي احنا بنقوله الرئيس ايه بنقوله رسياد الرئيس انت بتعمل حاجات كويسة وبتشتغل وبتكتهد بس فيه اللي بيهد وراك اللي هو الفساد انا لا تتخيل حاجة من اللي انا بسمعه وحاجة من اللي انا بشوفه من فساد تاب احنا فين احنا فين من الحاجات اللي كلها ما يباش انت بتكد وبتجدح وبتجري وبتتحرك وعايز سامل حاجات كتير كويسة وجمال كوش بيهد وراك ما ينفعش لابد لابد القضاء على الفساد ولو بشكل نسبي نبدأ نبدأ سنة سنة نقضع الفساد فيه فساد فيه فساد غير عادي فساد غير عادي يعني اللي عايز يبني بيته وبيعمل رخصة هدم عشان يعمل رخصة مباني ما بتخلاصي ومعالي اللي هو عارف شغل اه يعني شغل مجالس المدن فالإدارات الهندسية محتاجة الان فساد الفساد مش ان انت بتاخد فلوسه بس انت لما تقول لواحد فوت علي بكرة ده فساد انت لما تأخر ورق بتاع واحد ده فساد انت لما تنزل في موقف وانت موظف مواقف وتسيب المقربصات تمشي ومن غير ما تاخد منهم البتاع او تضرف في جيبك او تبقى شايف واحد ده فساد الفساد مش ما اسألت فلوس بس اتباطوا نفسه فساد انا في وقعة هتكلم عن الفساد كان ادارة هندسية من ادارات الهندسية الفن بتاع الادارة هندسية راح لوحدة ست فبيخلص لها اجراءات الرخصة فطبعا الست مفروض انه بيطلب منها فلوس فالست ما معاش فلوس فسحب المعزة بتاعتها ومشي تخيل ساعتها اه حصلت اه وكلمت سيادة المحافظ عمرو عبد المنعم ونقلوا من مكانه خالص ونقلوا من مكانه خالص تخيل مين اللي كان عايز يرجعوه الناس اللي كانوا بيدفعوا فلوس اذا المشكلة مشكلة مواطن يعني ده كان موظف ده موظف طلب منها فلوس ما معاش فلوس سحب المعزة بتاعتها اخذ المعزة مقابل عرفت الكصة اه كلمت سيادة المحافظة كذا كذا كل التأدير اللي معالي المحافظة المحترم المحافظة عمرو عبد المنعم كان موجود في اللحظة دي كان موجود معنا ونقلوا حتى في نائب كان معايا في المجلس فعايزي رجعه تاني قاله لا ما قدرش ده فساد وما قدرش رجعه ده فساد وما قدرش رجعه فالمشكلة ان احنا وكانت الاحتجاج من المواطنين اللي بيتفعله هم بعد كده احنا عايزين ويرجع عشان كان بيماشي لنا قولنا يعني يا فرعون اه يعني يعني هو اصلا يعني ايه كده كده الابر وقفة فبدا يلاقي حد يخلاص للقص فالفساد منتشر منتشر اذا التباطق يسبب الفساد كتير لان التباطق بيجعل المواطن يدور على اي طريق بديل صحي كده فهي في حاجات في حاجات تخلينا احنا اللي بيكون عندنا انتخابات رئاسية او انتخابات محليات او انتخابات مجالس نواب لما تلاقي حد بيدور لما الناس تحس ان حد بيسأل عليها وبيتكلم عنها وبيدور عليها وبيدور على مشكلة وبيدور على الحاجات دي كلها الناس بتتطمن لما حد بيجي في برنامج يتكلم بشكل محترم وواقعي الناس بتتطمن بما اننا بنتكلم مواقع ارحل سيادة اللواء بما اننا فتحنا الامر اللي حديث الناس في الشارع واسئلة الناس تم انشاء مجموعة من الطرق والكباري بشكل كبير جدا كله كلنا انا وانت والمواطن وسيادة النائب كلنا شايفين الانجازات من الطرق والكباري والسؤال دايما اللي بيتردد على مسامع الجميع من المواطن المصري انا استفدت ايه انا السؤال هنا ايه هو اللي اقوله للناس المشاهد ده هيعود علينا بايه ده اللي انا لسه كنت بقوله لحضرتك لازم يوضح الحقائق المسؤولين يوضحوا الحقائق للشعب سيادة الرئيس وضح ان في النقطة الجزئية دي بالذات ان هناك من المشروعات وقيمة ما تمستش الميزانية بتاعت الشعب يعني الشعب اللي هو الميزانية بتاعت المرتبات وبتاعت الوقود وبتاعت كل حاجة الحاجات اللي تمت دي بعيدة عن ميزانية المواطن فلازم احنا بصرف النظر عن اهميتها يوضحها وضحها دي سيد يعني يعني الحاجات الفلوس اللي هي جات او المبالغ اللي اقيمت بيها هذه المشروعات بعيدة عن الميزانيات بتاعت الدولة او من ميزانية الدولة من السنديئة السيادية والسنديئة الميزانية السيادية لها اسلوب تاني للتجميع لتجميع هذه المبالغ للصرف على هذه المشروعات بما لا يؤثر على المواطن ولا الاسعار ولا الاسعار ولا الاسعار هي بتتأثر بالاسعار يعني المشروعات القائمة بتتأثر بالاسعار يعني التبارغ والمدن الجديدة لا تتعلق نهائيا عادى المشروعات السكنية بتاعة وزارة الاسكان لان دي من ميزانية وزارة الاسكان يعني أنا مثلا كنت رئيس حي وزي ما حالتا كنت بتتكلم لما بنزيل منطقة عشوائية أزلنا منطقتين عشوائيات وتم نقل المواطنين نقل حضرية أنا في فيديوهات أنا نزلتها للناس عشان يعني تشوف الناس فرحانة قدي إيه نقلت زي السكن البديل اللي هنا اللي قبل اللي قبل مدينة الانتاج الإعلامي نقل حضرية للناس ما بيحسش ما بيحسش بالكلام ده إلا اللي راحه واللي راحه ده بينقله لمجموعة صغيرة ليه الإعلام بقى مثلا اتهدت منطقة عشوائية المنطقة العشوائية دي وهم بينقله ليه ما بيروحش ويتصور ويتبين وتفضل يودي هنا وينقل هنا ما حدش بيبلغنا يا فندم أنا ما حدش بيبلغنا علشان ننزل ونصور برضو مسؤولين بتلاقي الإعلامي البديل فقط بيجيب الصور اللي للهدم وينشرها على الميديا هنا بنطلع نرد عليهم لكن ما بيطلعش ما بينقلش صورة الناس المواطن المواطن وانا بركبه الأوتوبيس طالع بشنطة هدومه بس بيركب شنطة وعدين احنا ما نفرر له حتى أوتوبيسات يروح بيها للمدينة الجديدة طالع بشنطة هدومه بيروح بيلقى الشقة أو بيلقى أقسم بالله واحدة أغمى عليها لما شفت الشقة يعني الموظفين اللي عندي لما راحت شفت بروح الشقة بلقى بفرشها بحاجتها بكل حاجة ما هي ديه من الانجازات ما كانتش مصدقة فقوم عليها من الانجازات الغير منظورة لنسبة كبيرة من المواطنين منظورة للفئة معينة بيحكل بعضهم فهناك من المشروعات اللي قامت بيها الدولة الناس مش حاسة بيها أو هو يقولك الكباري دي أنا هعمل بيها لا الكباري دي مش عايزين نتكلف لأن الكلام فيها هيبقى كتير قوي حتى لو هي فوس الجبال حتى لو هي فوس الطرق لكن سيادة الرئيس باصص لأبعد وأبعد رغم اللي هو باصص له ده يعني مش هيكون هو فيها رئيس جمهورية تبقى للدستور يعني مدن حتم بعد عشرين وثلاثين سنة عمل لها الطرق من دلوقتي ما هو ممكن يقول أنا اختصر على ده لكن هو باصص لبلد بلد تانية خالص لكن المستغلين المستغلين هم اللي بينقلوا صورة هم اللي بيزنوا في ودن الناس هم اللي بيغلوا الاسعار هو الناس بدأت تتكلم على المشاريع دي امتى يعني بدأهم يتكلموا الكباري دي امتى ليه والشوارع دي ليه بس هو في حاجة تانية أنا قلتها قبل كده بس لما نقول دي امتى لما الاسعار غلت تمه بدأ للاسعار كنا وكنا 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 الحاجة التانية بدأ الكباري كنا وكنا حاجة التانية بقى وانا قلتها قبل كده كمقترح يكون هناك بالتوازي مع هذه المشروعات الكبيرة اصلاحات داخل الشوارع والمدن والاحياء لكن التقاعص اللي الناس بتشوفه في هذه الاماكن هو اللي بيخلي الناس تشوف الحاجة التانية انما هو لو شايف تطوير هنا بالرغم ان فيه تطوير لكن بطيء لكن علشان فيه نوع من الفساد الناس مش حاسة بيه يعني مثلا المتابعة يعني السيدة السادة المحافظين بيكلفوا رأسالحياء ويكلفوا الموظفين بالمتابعة المتابعة هي اساس نجاح كل حاجة يعني مثلا احنا مش حنقول اسماء محافظين يعني السيدة المحافظة مثلا ما يقول التكاتك ما تمشيش في الشارع الفلاني ده لان ده بديل لده والتكاتك رايحة جاية الناس لما بتلاقي التصريح بتاع السيدة المحافظة ده وبتلاقي رايح جاي يعني ايه رد الفعل بالرغم ان السيدة المحافظة ده مش قاعد ما بيونش لكن المتابعة من الناس الرقابة على القرارات الرقابة على القرارات ومتابعة تنفيذ القرارات هي دي حاجة مهمة في الفترة اللي احنا فيها كمان في الفترة اللي احنا فيها ده تمام اذا يجب على اجهزة او يجب على المسؤولين داخل اجهزة المدن لان طبعا الغالبية العظمى مش اجهزة المدن بس اجهزة الدولة اجهزة الدولة ما هي الشرطة مطلوب منها دور المرور مطلوب منه دور عشان ما نحملش على المحليات فقط كل من له دور يقوم به يعني انا لما بقى ضابط شرطة ولا امين شرطة واقف ولاقي التكتك التكاتك بتلف عكسي عكس الطريق وما بعملهاش حاجة ما هو حيقول مين بتاع الحي هو الحي حقيقة حقيقة التكاتك صحيح هناك بعض رؤساء المدن وبعض رؤساء الحياء بنفسهم بيتابعوا تنفيذ هذا الكلام وانا كنت منهم انا شفت الكلام ده حقيقة موضوع وانا كنت من نفس الكلام ده كنت بتابع بنفسي يعني في وقت من الاوات اصدر السيد محافظ الشرقية قرار بمنع التكاتك ان هي تخش وانا رئيس مدينة مانية القمح ان هي تخش مدينة مانية القمح ونفست القرار وما فيش توق توق كان موجود داخل المدينة اللي مد تقدي ايه هو القرار المفروض على طول لكن مين مين اللي طالب ان التكاتك ترجع تاني هو المواطن المواطن اللي طالب طالب ليه حاجتين حاجتين طبعا الحاجة الاولانية ان ما فيش البديل والحاجة التانية ان احنا عودنا ولادنا ان هما يبقوا تقال لو رايح من خطوة الخطوة هياخد توك توك من هاي زمان كنا بنمشي مسافات طويلة اروح لسياد تنيا بارجع لحضرتك من جديد عن دور الاحزاب السياسية في الشارع المصر احنا هنتكلم بصراحة بقى اه ادور الاحزاب السياسية انا عزيزي انا مش عايز بير السراعة احنا اتفقنا قبل القبل احنا عايزين واقع انا كنت نائب عن حزب الوفد والدورة اللي بعدها على طول نائب عن مستقبل وطن اه الاحزاب ملهاش في الشارع خالص بالامانة شديدة عشان نتحكي عن نفسنا الاحزاب ملهاش في الشارع خالص الاحزاب دي لابد تتحرك لابد تشتغل ولابد مع المواطن بصفة مستمرة مش ساعة ما يحتاجوا الناس في الشارع يبدأوا يلجأوا لهم تاب النهاردة مين يقدر ينزل للناس في الشارع محدش يعرف ان نزل للناس في الشارع محدش يعرف الناس في الشارع لان انا انا كنائب او عود مجلس محليات او مسؤول او كلام ده كله انت فيه انت فيه من الناس مفيش احزاب في مصر انا وانا نائب عن الوفد كنت بقولهم عايزين نهم ونقف عايزين نهم ونقف يعني نهم يا دوبك لتحرك كده إيه اللي معالك تقدر تواجه بيه الأحزاب لعمل ودخل الشرع المصري يحس بالمواطن وتساعد في المشكلات الموجودة عايزين مصدقية عايزين شغل عايزين وقعية اختار ناس من الشارع اتحرك اشتغل ولا أنت النهاردة قاعد في برج عاجي والناس مش فرق معاك يعني إيه أشكل أمنات من غير ما حد يعرف بيعملوا منافذ كل الكلام ده كل الكلام ده ما يجيبش احنا بديت حكرة نفسنا إذا كانت كافلة طبية ولا منافذ ولا الكلام ده كله كل كلام ده مش 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 مزبوط إيه الحل الحل لابد بفوصة الناس يعملوا إيه ويكلموا بواقعية ينزل للناس يعرف مشاكل الناس عشان أنا النهاردة لما تنزل وتتكلم معايا أشوف حد بيسأل علي ولما تعرف مشكلتي هتعرضها فيه بتعرض مشاكلك فيه مين اللي بيتكلم عنك مين اللي بيقرب منك تعالى النهاردة في انتخابات رئاسية وتعالى أعود مع الناس هتعرف تعود مع الناس في ظل الظروف زي دي مش هتعرف ستعود مع الناس لابد ان انت تكون من أساس مجرد فيه حزب موجود في الشارع لابد يبقى موجود من أول لحظة آخر لحظة من خلال رئيس الحزب ونوابه وأماناته وكل القائمين على العمل الحزب احنا مش عايزين حزبه منظر احنا مش عايزين حزبه منظر احنا كده بنتحك على نفسنا عايزين حزبه قوي محترم واثنين وثلاثة واربعة عايزين الناس تشتغل عايزين الناس تتحرق اروح لسيادة النائب عنه اوه انا عايز اقول لها اتفضلتك حاجة انا كنت يسا بقول لها حارتك يعني مطلوب ان احنا نوضح الحقائق للناس مال الذي يوضح هذه الحقائق لا احنا بنقول المشكلة بنقول الحلول الحقائق دي بقى اللي يوضحها الاعزاب تنزل في وسط الشارع وتوضح للناس ويعملوا مؤتمرات شعبية اذا هم ليهم ليهم عشان ما ننكرش دورهم هم ليهم دور ولكن احنا نقول عايزين يعني انا سألت سيادة نائب ايه المطلوب اكتر فقال ينزلوا الشارع ويعودوا عن الناس نزلوا الشارع ويعبدوا على بصفة في كل صحنا معلنا في كل الاونة مش الانتخابات بس ده اصدر علي صح كده انا مش وقت محتاج الناس انزل لهم نا انا بصفة مستبرة معاك يا محمد بي يعني انا بصفة مستبرة معاك بجيش في لحظة انا محتاجك دلوقتي محتاجك تطلع محتاجك تتحرك وبعدين مش القصة في السلعة اللي انت بتدهله بقى ساعة اللي بيكون في انتخابات برلمانية والكلام ده مش الشنطة اللي هتعبل له حاجة ولا الجنين اللي هيعبل له حاجة ولا الكلام ده عمل له حاجة لا هرجع اللي معاليك بس بعد ما اروح للسياد اللواء عن مجموعة البريكس اكيد حضرتك انا سأتكلم لان هو يعني اتكلم برا فهو قال لي لا ده انا سيبنا انا بتكلم خلاص ما فيش مشكلة اسأل حضرتك عن مجموعة البريكس وايه الفائدة منها او الفائدة اللي هتعود على مصر مجموعة البريكس ده امل بقى فيه امل بقى فيه شامع منورة بقى فيه شامع منورة احنا عندنا اسمه الدولار وازمة عملة فبقى دلوقتي احنا لما نكونش مجموعة البريكس مع الصين والروسيا وجنوب افريكا والبرازيل والهند الى جنب مصر والامارات والاسيوبيا والمجموعة اللي دخلت جديدة انا دلوقتي هيبع عندي تبادل تجاري واستثماري خد بالك واستراد بالعملة المحلية طيب في الاول نقول للناس البريكس ايه هي المجموعة برعا ايه ثم الفائدة اللي هتعود منها عشان يبقى احنا موضحين للناس هم كانوا ست دول اللي هي روسيا والصين والهند وجنوب افريكا والبرازيل انضم لها مصر والامارات واسيوبيا والسعودية فتضموا لهم دلوقتي فبقى مجموعة ففي اجتماع في يناير بإذن الله عشان يحددوا الالية اللي هتمشي بيها مجموعة البريكس الهدف منها الهدف منها ان ازاي ان احنا النهاردة انا عندي ازمة عملة وعندي ازمة حبوب وعندي ازمة حاجات كتير سلع كتير مش موجودة فانا النهاردة انا الدولار عندي عامل لي ازمة وعمل لي دوشة ومش قادر فانا المجموعة دي هتخدم بعضها هيبقى فيه تبادل تجاري اللي عندك عندي واللي عندك عندك هاخد منك واتاخد مني الى النظام المقيدة وفي نفس الوقت بالعملة بتاعتي العملة بتاعتي اللي موجودة عندي الى جانب لو عمل عملة مشتركة يعني يعني التعامل هيكون بعملة الدولة عملة الدولة انا هستورد بعملتي بالضبط كده صح كده بالضبط تمام وبالتالي او يعملوا عملة مشتركة ما بينهم نعم فهتبقى ماشية غير الدولار غير الدولار اه غير الدولار انا مش هستغرق على الدولار تمام بس هبقى مش محتاجوا زي ما نمحتاجوا كده هتبقى اقل شوية اذا المجموعة تهدف الى عدم الاعتماد الرئيسي على الدولار في الاستراض اه بالضبط مش ببادل الاعتماد الرئيسي عليه توفير السلع واولها الهبوب اللي هي الهبوب زي الامح والدورة والدورة الصفر يعني هيكون الاستراض بعملة الهدف من مجموعة البيريكس هيكون الاستراض بعملة البلد او باختيار عملة بديلة يتم التعامل بقى من خلال المجموعة الى جانب التبادل التجار والاستثماري والخبرات فدي شامعة ونورة اسماء الدول بقى احنا عندنا روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل عندنا اللي نضم جديد مصر والامارات واسيوبيا والسعودية تمام فاحنا النهاردة ولسه في دول تانية هتخش معانا يعني المساحة هتكبر والعدد هيكبر بتاع الدول فبالتالي هتفتح افاق للاستثمار والتبادل والتجاري ونبدأ نتحرك ونشتغل ونحس ان احنا عملنا حاجة انا عندي ازمة في حتة فدي هتعالج ازمة كبيرة هتعالج الدولار ده يعني انت الدولار انت بش قدر تسيطر عليه في الشارع والجنيه بقى سعره تحت لا انا النهاردة لما اتعامل بعملتي خلاص عملتي هترجع لحد ما يتاخد وضعها الطبيعي وهاخد الاسلحة وهاخد كل حاجة وكافة الصناعات هجيب كل الحاجات اللي عندهم واللي عندي وخصوصا ان احنا بنسطر حاجات كتير الوقت طبعا مش متسع مع ان احنا محتاجين محتاجين وقت كبير جدا للحديث ده ويكون ان شاء الله لنا حلقة قبل ما انت عايز كلمة مخصصة انا 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 اهدي كلمة لسيادة اللواء وهدي كلمة المعليق اه تقوله فيها اللي انتو عايزينه في اه مع مع بدأت الاول بسيادة اللواء قبل ما اختم حابب تقول ايه حابب اقول حاجتين الحاجة الاولانية الناس اللي هي في الكيانات في الاحزاب والكيانات السياسية والجهات يعني اللي بتطلبوا بان هناك يكون تداول للسلطة هل انت تداولت السلطة داخل كيانك لازم يكون هناك تداول لازم نتعود انه يكون هناك تداول داخل السلطة في كل الكيانات سواء احزاب او كيانات سياسية ايا كانت المسميات دي اول حاجة حاجة تانية بتمنى ان احنا نصل الى المناظرة في الانتخابات الرئيسية نتمنى ان في الاخر خالص لما يطلع سيادة الرئيس وقدامه نظيره يقول له لأ دي كذا وكذا وكذا لأ دي كذا وكذا وكذا زي الدولة المتقدمة يشوفنا كل العالم يشوفنا واحنا بنتكلم على مناظرة بين مرشحين للرئاسة ده تمني مش أكثر تمام أخذ سيادة النائب حابت تختم به تصديقا لكلام معالي اللواء ان احنا عايزين انتخابات محترمة عايزين نحس ان احنا عايشين في بلد دموقراطي محترم ونخش على المناظرات ونخش على الشفافية ونخش على حاجات كتير كويسة اللجنة العليا للانتخابات انا اعتقد ان هي لجنة محايدة يعني في انتخابات يعني عايزين انتخابات كده تحس ان انت كده قدام العالم كله ان انت رأتك بقى طويلة تحس ان انت بتعمل انتخابات محترمة الى جانب بناشة سيد الرئيس الجمهورية القضاء على الفساد لان ده اللي مضيع كل اللي تعمل في مصر من خلال بصهمة بصهم على النائب الرئيس بيصدر قرارات محتاجين كل جهة الدولة تساعد في القضاء على الفساد اذا كان مجلس النواب اذا كان جهة رقبية ثم تشريعية ده ده مستحيل شخص لوحده هيقدر يقضي على فساد يعني تغلغل داخل الدولة المصرية من اكتر من اربعين سنة موجود ده امر عشان نكون منطقين واقعيين احنا اللي مطلوب مننا ايه انا مطلوب من السيد الرئيس يدوس على الفساد يدوس يدي تعليمات يخد ملك يركز على نقطة الفساد لان كل اللي بتبني بتهدي بسبب الحاجة دي كلها انا ببني وبجري وبجتهد وما بنامشي وبتحرك في كل حتة وفي كل مكان وبحاول اخلق حلول خد بالك والاسبق الصادية موجودة على مستوى العالم لكن برضو انا بحاول اخلق حلول تابعنا النهاردة اخلق حلول امتى وانا عندي فساد انا ببني وانت بتهد ايه اللي حصل يعني لكن لك النهاردة لابد الاركابة والمتابعة والقضاء على الفساد بشكل انا اللي بقولك الفساد في مصر اصبح حاجة لا تقطاك فاني الاوان اني بقوله السيادة الرئيس كلام من القلب للقلب نعم نعم عايزين نقضع الفساد في حاجة تانية حابب بتضيفها قبل الختاب اقول ان احنا بندور على وطن بنحافظ على وطن والرئيس بنسبلنا امن قومي والمواطن المصري امن قومي فلابد نحافظ على الاتنين لابد نحافظ على المواطن المصري تنصح الناس قبل الانتخابات الرئاسية بي الناس تقرأ وتسمع وتحاول تفهم فيه الناس كتير بصراحة بقى الشارع 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 بيقابلني في الشارع يقول البريكس دي ايه هي كويسة بامانة شديدة كتير الناس بيسألوني حضرتك سؤال على الهوى المفروض مسؤوله انا اسألهش بس اسأله بتدعم الرئيس عبدالفتاح السيس في الانتخابات الرئاسية القادمة طبعا ليه طبعا لان فيه جهدة بازل وفيه شغلة بازل وفيه حركة موجودة في الشارع بس كل دي بيتهد كل دي بيتهد بسبب اللي احنا قلنا عليه فساد 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 السؤال ده نفس السؤال تدعم الرئيس عبدالفتاح السيس ليس هناك بديلة للرئيس عبدالفتاح السيس في هذه المرة نعم ختاما اشكر سيادة اللواء الدكتور مصطفى سعد عباية وكيل وزارة التنمية المحلية سابقا وان نائب جمالك واشعضه مجلس النووي السابق هاخد بس عزاء جاهز عزاء احمد عزاء لوكيل وزارة العدل لشؤون الشارع العقاري في محافظة الشرقية المستشار احمد زيدان خالص العزاء والمواساة فيه وفاة شقيقته انتظروني علشان معايا فاصل وبعده الحديث عن السحر واشتعوزة بين بين الحقيقة والوهم تابعون من الاعمال السحرية دي لانها من سنين وزادت عن حدها قررنا المواجهة والاعلان عن هذا الموضوع الشائك واتكلم عن الموضوع ده من قبل نائب مجلس النواب محمد عزة عرفات في مجلس النواب وتقدم بهذا الاقتراح حتى يحمي الاموات من العبث في المقابر وهم لا يملكون لامرهم شيئا مش عوزة لابد من فيه تنقيب عن الاصار لابد من حماية المقابر والسماح للأهالي بوضع كاميرات لمراقبة المقابر واضاءة المقابر حاجات ليه لفك السحر لفك السحر لفك السحر ده الاقدم شجرة في المقابر او مئة وخمسين سنة نحنا نطلعه من جديد من جديد المنزق بيستخدم فيها الورقة بتاعها في الفك السحر لا مش فك في السحر لحد لموازة عير صغير لموازة بغير مفجوع منه يسعد يخضوه ويقلوه ويحمل الال بيه او لموازة ممكن واحدة الخاطر مره ويستعملوه بحيس ان ايه مطرفوش بس ايه من اقدم الابزار اللي اختبر في محرصة البحيرة عماتا حتى ايه ما يسمى صجرة السيد ده مشكورة فقراء ايه صجر دي اللي دي ومئنان دي ايه صجر في السيد عيه دي ايه صجر في الناب ايه من القريب اللي احنا سوفناه ده البوز ده انت اول مرة تشوفه ولا بشوفه العمل البوز ده شوفته طلحته 3 اربع مراته وبخمس بس بالاخرين ما عرفت حسياتك البوز طبعا بيتحطه اقدر وينشف وينشف كله ممكن صاحبه ويتعباجه اكتر كل ما ده ما يجولش علاج وكده يعني وده مش حال قرية اوريم بس ده حال جميع كرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وقررنا الآتي اننا نبدأ بنفسنا نجمع اموال بالجهود الزاتية لتركيب كاميرات مرأبة على المقابر ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل ومعاهي في الستوديو الدكتور علاء النصر واستاذ الفقه واستاذ مساعد الفقه واصوله بالجمع الامريكية المفتوحة والمعالج بالقرآن الكريم الفقرة دي عن السحر والشعوزة بين الحقيقة والوهم قبل ما ابدأ فقرتنا واحب ابدأ بآية قرآنية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تغفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اذا السحر موجود بالدليل القاطع في القرآن الكريم وقائم ازلي الى قيم الساعة ولكن اختلط الامر ما بين ساحر يصنع السحر من خلال اقويل شركية واتفاق بينه وبين الجن كلام مبسط خالصه وبين دجال بياكل عيش على اوهام واوجاع وآلام الناس فيه من النفوس فيه من النفوس الضعيفة اللي كل ما تحصل له حاجة في حياته يقول انا معمول لسحر وكل ما يحصل له حاجة حتى لو كان الامر ناشئ من تلقاء تفكير خاطئ فكروا غلط فاودى بيه الى المهالك يقول انا محسود انا ممسوس انا مصحور ويبدأ يجري على من يدعونا العلاج بالقرآن الكريم معانا الدكتور علاء نصر هيوضح لنا الفرق بين الدجال والسحر والشعوزة وبين العلاج بالقرآن الكريم الذي هو شفاء للناس ونبدأ معا نقول له يا دكتور عرف لنا انواع السحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف منسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلوا وسلم بارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلوا وسلم بارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صلوا وسلم بارك على سيدنا محمد في الملع الأعلى إلى يوم الديني أما بعد بنشكر حضرتك في الأول وضربت القناة على يسارة هذا الموضوع الحيوي الذي يعاني منه الكثير من الناس في المجتمع الآن في البداية بعض الناس عرفت السحر بأنه تخيل وأنه تمويه وأنه يقوم على الخدع وأنه ليس له أصل وليس له حقيقة وهذا قول مرجوح وليس رائع لأن السحر ثبت أن له حقيقة مؤثرة والقرآن ذكره كما تفضلت حضرتك بالآية ولنا قول الله تعالى وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالسحر مذكر في القرآن ونزلت الآيات التي تعالجه على النبي صلى الله عليه وسلم مثل المعوذتين كل أعوذ برب الفلك وكل أعوذ برب الناس وهذا دليل على أن السحر موجود بالحقيقة ومؤثر بعض الناس قالوا أن السحر منه التخيل سحر خيالي وده من أنواع السحر لحضرتك تفضلت أنه نذكر أنواعها التخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعة وهذا ما ذكره الكرآن الكريم لعص سيدنا موسى وكده وانقلبت إلى أفعى فهي تبلع كل ما يرمونه الصحراء وإذا يقوم على التخيل يلعب على البصر هو ليست شيء ولكنه يلعب على البصر الذي يرى هذا اسمه سحر التخيل السحر هذا أيضا أثر على النبي صلى الله عليه وسلم تصور اسم محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سحرة له وراءة صحيحة وسحرة له رجل اسمه لبيد بن الأعصى وذكر تزير الرواية الرواية السيدة عائشة ورد الله عنه وارضاه وقالت النبي صلى الله عليه وسلم صحرة له يعني النبت عمله سحر اللي هو المعصوم من الخاطئ ومعصوم من الناس إنك في عناك المستهزين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحرة له في شيء من التخيل فقط ولم يصحر له في القلب أو العقل وبعض الناس يقولوا كيف عصم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت صحرة له وصحرة له في شيء من التخيل السيدة عشق يانا تقول كان سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخيل أنه يأتي جماعته ولم يأتيهم ولكن لم يصحر له في العقل أو في العقيدة أو في القلب غازة من فضل الله سبحانه وتعالى على الحمى ورحمة بها صلى الله عليه وسلم فهذا سحر التخيل لغايد بن أعصم وأطلعه عليه سيدنا جبريل وعرفه به وأنزل الله على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم صورتي الموزتين إذن النوع من أنواع السحر النوع الأول هو سحر التخيل الإنسان بيتخيل حاجات غير وقعية غير وقعية قد يتخيل مثلا الطراب زهب قد يتخيل أن هذه المرأة زوجات وإليس الزوجات قد يتخيل أن الأرض دي فيها أثار بما أن سحر واقف وعايز ينصب عليه ده واقع موجود ومنتشر جدا موجود أنت بتحفر ليه في بيتك يقول لي أصلا أنا شفت شفت وران اللي تحت الأرض صحيح إيه المشكلة أنا عايز بتلات أربعة مليون جنيه بخور أي كلام وأي حاجة وخلاص ده جل وشعوزة إذن ده سحر التخيل بأن السحر بيجعل الشخص اللي قدامه يتخيل أمور غير وقعية صحيح النوع الثاني يقوم على التمويه والخداع النوع الثاني سحر المؤثر وإذا يؤثر في القلب والبدن وإذا سحر حقيقي ولكن لا يضر إلا بإذن الله وما هم ضررين بهم أحد إلا بإذن الله وإذا يلعب على عقله أو على قلبه فيجعله يكره فلانا أو يحبه أو يكره فلانا أو يحبها سحر يؤثر في العقل وفي البدن وإذا السحر مؤثر نتذكره كثير من العلماء وإذا نجده كثير من المجتمع إذن السحر نوعي نوع للخيال ونوعي يؤثر في البدن تأثير حقيقي نعم فيه سحر ثالث نسميه السحر المجازي الكيميائي إذن أنت تشوف السرك القومي كده يعني مادة كيميائية يقول لك شوف هي ولعت إذن ودخنت وهي مادة كيميائية هو عارفة بتعمل إذن بحركات معانا وخفة يد بخفة يد وألعاب نعم ولكن ليس بسحر ليس بسحر نسميه سحر مجازي كيف السحر ده إزاي بقى سحر هو بيتعلم أشياء يتطفق مع الشيطان والعزو بالله ببعض التلاصم والعقد والتعويذ والركة والعقد ويتفاعل معه على أشياء ما أنزى الله بين السلطان شرك شرك وكفر والعزو بالله النبي صلى الله عليه وسلم حد السحر القتل هذا كما وضحه لن نبي صلى الله عليه وسلم وضرب عنقه السحر اللي هو السحر السحر الحقيقي الذي يسحر ويقتل وسحره يقتل وسحره يضرب المجتمع ويفسد في الأرض لأنه إذا الفساد ضد الكون نفسه الله سبحانه وتعالى قال ولا يتفسير في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاحها أما نشرت يا دكتور علاء على الإعلان عن حلاء عن السحر والشعوازة بين الوهم والحقيقة جاء لتعليقات وكصص غريبة ومسيرة جدا هسكر لحضرتك بعضها وأكيد حضرتك هتعقبل عليها سريعاً بمعنى أكثر الناس الموجودين أكثر مش بقول البعض منهم أكثر الموجودين من يدعون بأنهم يعالجون بالقرآن سبوبة ومصلحة فعلاً تمام؟ وده أنا الناس اللي بيقولوا ده أنا بقول لحضرتك أنا بنقل صورة وقعية عن تعليقات الناس وإرسال الناس على الخاص رسائل أسألها لحضرتك داخل الحلقة فعلاً أنت عندك إيه؟ أصلنا الشيخ قال لي أن أنا عندي سحر مشروب أو مأكول أو مرشوش أنت عندك إيه؟ أنا عندي سحر مرشوش معين أنا بحثت من خلال بحسي عن أنواع السحر وداخل القرآن الكريم ملقيتش حاجة اسمها مرشوش مشروب مأكول لقيت السحر ويعقد أيها في النفسات في الأقل نعم بيين لنا الحقيقة إيه مشروب وإيه مأكول وإيه مرشوش إيه الكلام ده أنا مش فهمه هو بيجيب تعويز وتمائم ويعقد عليها ما يملي عليه الشيطان لأنه بيتطفق مع خادم من خادم الجن ويتطفق معه على هذا الأمر فينفس في الأقل يجيب شعر ويعقدها ويقول عليها تلاصم وتعويز ما أنزل الله بن سلطان أو يرشه في الطعام لا هناخد المداخلة بعد شوي يرشه في الطعام أو يرشه بالماء بعد أن يقول تعويز الشيطانية والعزو بالله يعني من باب الشرك والكفر والعزو بالله ويرشها لفرض الماء يكون يكرهه أو لإنسان ما لجلب الحبيب أو غيره من هذه الأمور وهذه من الأمور الشركية والبدائية التي يأتي بها السحر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى سحرا أو عرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية لن تقبل له صلاة أربعين يوم إزاي الإنسان يعرف أنه معمول له سحر؟ بعض العالمات تأثر عليه غير الطبيعية ما ممكن يكون مريض نفسي هو يعرض نفسي أولا على مريض النفسي معنده الشيحي مريض النفسي ليس عندك شيء أو مرض أيضوي يفتش بجا في نفسي العلامات هذه يشك بعض الأشياء فيش علامات واضحة كده نقدر نحددها للسادة المشاهدين بعض العلماء المشتهدين قالوا يا سؤال دواتش هو هو العزو بالله تأثر عليه علامات الشك والريب والظن وبعض الأشياء الوساس الكهري الشديد الكثير بعض الأشياء لم يقتكن من طبيعته التي يعملها كل يوم وزرت عليه فجأة مرة واحدة غاضب مرة واحدة ينسى مرة واحدة ينقلب إلى الشرير مرة واحدة بعد أن كان حبيبا بعد ذلك الأشياء المفاجئة قال عنها العلماء أنها من أكثر العلامات التي تدل على نفس الإنسان به سحر سواء كان مرشوشا أو مأكولا أو يعني وضع له في مكان ما بس إزاي السحر يبقى مشروب أو مأكول يا دكتور وهو القرآن لم يذكر نوع الأنواع دي أو حتى حديث شريف ما ذكرش نوع من الأنواع تصور أن بعض العلماء أنكر السحر تماما يعني أنكر وجوده وأنكر تأثيره وقال أن هذا إن حدث يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وقالوا أن أي شيء يحصل الإنسان ليس من مجال السحر طيب إيه؟ قالوا قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى قد تكون مصيبة بسبب زمن وليس بالضرورة أن تكون إيه؟ سحرا لكن إحنا أي حاجة بتحصل نقول إيه؟ سحر حصل سحر حصل فدي المشكلة لو شخص موجود قدام حضرتك تقدر تعرف أنه ده سحر ولا مريض نفسي؟ بعض المرضى النفسيين يفهموها علماء النفس يعني طبيب النفسي لا لو شخص موجود بما أن حضرتك بتعالج بالقرآن الكريم تأثر عليها بعض العلمات غير الطبيعية عارفها أهله وعارفها المقربون منه أنه هذا الإنسان لم يصدر منه هذا الفعل إلا الآن لم يصدر منه هذا شيء لا حضرتك كمعالج تقدر تعرف؟ آه ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى بس ده بياخد جلسات طويلة وكده وللاش بالقرآن كما تكلمنا ليس يعني كلهم ليس كلهم يفهمه بل بعض الناس أخذوا سبوبة بعض الناس أخذوا تجارة بعض الناس لا يعرف يقرأ الآية بالتجويد أصلا للأسف الشديد ويقول لك أنا معالج بالقرآن المعالج بالقرآن لازم يكون رجلا طاقيا صالحا معروف للحي اللي هو فيه أو في المجتمع بالصراع لا بالفساد أن يشهد له الجميع أنه يعالج بالقرآن فقط ليس بطلاص إزاي يعرف الفرق بين الدجال والمعالج بالقرآن ممكن يكون يعني صاحب لحي ممكن يكون بيصال ليس بالضرورة أن أصحاب اللحية يعني صالحين ليس بالضرورة قد يكون مرب اللحية موضة يقول لك على سبيل الموضة حصل شوفنا ناس كتير من المغنين والمطربين يلتحي على سبيل الموضة بيجلد مش عارف مين في الغرب بيجلد الموصل الفلاني الفنان فلاني سينما هليود وهكذا فالمعالج بالقرآن رجل يشتهر بالطوقة والعفاف والصلاح ويعالج بالقرآن فعلا لا بالتلاصم ولا يكتب آيات مقلوبة مع الناس رأيناها تكتب آيات مقلوبة مثلا كلها لوحد يجلب من عند أحد هو الله ايه فايدة النية اللي بالآيات الكرآنية تعامل مع الشيطان الشيطان يأمره بزر يأمره بزر يتعامل مع الجن وهو حرام قلب الآيات الكرآنية طبعا القرآن الكريم معصوم من كل هذا من قلبه حتى التصحيف والتحريف القرآن الكريم كتابه اللي نزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته اللي تذكره للألباب كتاب هداية كتاب تشريع كتاب معجز في كل آية من آياته طب اللي بنلاقيه بيكتب القرآن الكريم من خلال مواد معينة أو طلاصم بيكتبها حروف مثلا حروف ودجل وحياة كده تعرفوا انه سحر حتى لو كتب القرآن حروف ايوة زي ما بنشوف الفيديو جاهز معك هذا لم يرد به دليل جاءت طب هناخد الفيديو لان انا بسأل السؤال ده تحديدا للفيديو موجود اعمال داخل المقابر وتقدر حضرتك تعقب لنا علي ماشا يا سيد زحم اعمال داخل المقابر اعمال داخل المقابر اعمال داخل المقابر اعمال على عدم هنا جماعة زي ما احسنا شايفينه المترجم للقناة 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 فإذا اختسر بإذن الله سبحانه وتعالى شافية بإذن الله لكن بشرط ينزل الماء في الحمام الماء بعد ذلك لما يقرأ على القرآن وعليه سبع ورقات من النبج المدجوب وهكذا على القرآن فلا ينزل هذا الماء يقرأ عليها آية الكرسي آية الكرسي ومعوذتين آية الكرسي ومعوذتين النبي صلى الله عليه وسلم جال عليهم إنهم كافيين من شر أي شيء والنفسات في الأوقض ومن شر حسيب إنساء حسد مذكورة هو في القرآن الجماعة عندنا الأدية موجودة لكن تلحها لله ختاما عايز تواجه حاجة للسادة الضيوف اللي بيطبع حضرتك في موضوع للسحر إن أنا أقول لهم ما تتهموش من أي شيء مش أي حاجة تحصل لك بسحر لا ممكن يكون مرض ممكن يكون شيء نفسي أعرض نفسك في الأول على طبيب نفسي جال لك والله ما عندك شيء وبتاعه كده تشوف الشيخ يكون ورع لا سدجالا ولا سمشعوزا كل شكر والتقدير للدكتور علاء ناصر والسيد مساعدة الفقه ووصوله بالجماعة الأمريكية المفتوحة والمعالج بالقرآن الكريم أعزائي المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من حلقات السمنة مساء مع محمد حسان دمتم في أمان الله شكرا